رآني في المنام فقد رآني يعني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل به وفي رواية لا يتمثلني وهذا ليس خاصا بنبينا بل بسائر الأنبياء يعني من رأى في المنام سيدنا إبراهيم النبي أو سيدنا آدم أو سيدنا موسى أو سيدنا عيسى أو أي نبي من الأنبياء فإن الشيطان لا يتمثل بصورة الأنبياء أبدا وعنه بي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتسور أو قال لا يتشبه به لكن هنا يأتي مسألة إن بعض الناس أحيانا يرى النبي صلى الله عليه وسلم على صورة غير الصورة الموصوفة فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان شعره أسود وليس فيه إلا ستة عشر شعر بيضاء لكن قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا وشعره يعني مملوء شيء أو كله أبيض أو قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان بغير لحية أو يرى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هزيلة ضعيفة كأنه إنسان مريض أو يرى في غير صفته في غير لون بشرته التي كانت بيضاء مشربة بحمرة كل هذه الصور قد يراها الإنسان فإذا جاء في روعه أن هذا رسول الله وهو على غير صفته فليعلم أن رسول الله سسلم مرآله